بسم الله الرحمن الرحيم في الفيديو ده ان شاء الله هشرح ازاي نقدم نعمل الاد ازاي نقدم نعمل الاد بمجرد ندوس على الزرار هيتغير راوت الاد و هيتعرض المودل او عن طريق server side routing مباشرة فيوصلنا لصفحة الاندكس و صفحة الاندكس سلمني للانجورر الاد اللي بدور هتعرض المودل و هنعرض التفاصيل المودل ده متكون من ايه ناشا كنا اقلين ان list you don't button ده مكانه في المين المين كنتلورر المين كنتلورر في فانكش اسمها ده صفحة الاندكس ده صفحة الاندكس بتقول ان البطن مربوط بتدوء اد الانجي كليك بتاعه مربوطة بتدوء اد في الكنتلورر الدوء اد بتعمل ايه بتغير اللوكيشن بتزود دوت اد يعني مجرد ما بتغير الدوت اد غيرنا اللوكيشن لدوت اد اللي حصل اللي حصل ان المود بيشوف بيشوف الدوت اد بيحولك على view صفحة نافذ اد اد جنب فى زي ما عملنا فى الـدليت حنامل ماقرآ اسمه new model ليه حنعرض الـBotstrap Model بطريقة دى كـديريكتب عشان نقدر نكتب G-Query جوالانجولار يبقى عندنا الاد مو دل لما دوس على الزرار بتاع النيو ستودينت الباص سيبقى سلاش اد والسلاش اد هتحمل الكود ده اللي هو المو دل ده جوه الان جي فيو بتاع صفحة الهتش تي ام ال كل التامبلت بتاع الراوتينج بتتعرض هنا بتتعرض جوه ده عشان كده لازم في الصفحة لازم يكون فيه الانت ده الديليت عرض الديليت عرض الديليت مو دل جوه الانت ده وفي الاد ورده هيعرض الاد مو دل او النيو مو دل جوه الانت ده وجه ذلك في الابديت اي روت هيعرض التامبلت بتاعته هتتطغير جوه هنا سواء كان مو دل او غير مو دل ده بشكل عام المهم نرجع للاد نرجع لصفحة الاد هنعرف فيها الديليت في اسمه نيو مو دل بيوح للكنترول البتاع الاد الكنترول البتاع الاد فيه شوية فانكشن اول حاجه فيه اوبجيكت اسمه ايتم والاوبجيكت هيكون فاضي ده الاوبجيكت اللي هنعبيه بالداتا اللي جاية من المو دل بعد كده هنقوم راميينه للويب اي بي اي فيه فانكشن اسمها بوبيوليت داتا جوه جوه الكنترولر دي انشيالايزيشن بنملك فيه انشيالايزيشن للسكوب فيه variable id name gender score birth date ديه الvariابلز الاساسيه هنحطها جوه الاسكوب مقيم الاساسيه دي البوبيوليت الجندر by default mail التاريخ by default هو تاريخ النهاره الادرس والدبارتمنت والسكوب by default صفر ال id by default ناقص واحد طبعا ال id control مفهول بعد ما تخزن العنصر الجديد حياخد رقم مسلسه في ال data base المفهود ما حيرجي علي ماشا ديبارتمنت فاكتوري ده فاكتوري جديد الفاكتوري جديده فيه فانكشن اسمها دي تقول ديفارتمنت فاكتوري جديدهений ويناد احدث ناقص لك كل الاقسام نبص على ال dipartمنت فاكتوري ده عشان نحن لديه قبل مرة نتعامل معه ويناد احدث ناقص واحدث نتعامل معه وياه نزيد كل الاقسام وينضغيها في الدروب ده والليست ديبارتمنت فاكتوري جيتوال فقط نجد الإبعادة بـ الوصف الغدية سوف نظر الوصف الغدية الغدية سوف نجد الإبعادة إلى البيض فقط نظر البيض . . . . كل ما تعملو انها ترجع علينا لستة بالاقسام الاصلاعية ترجع اقسام كل ما تعملو انها حصلت لها و كمهة تقوم بترغيه و كمهة ترغيه لستة بالاقسام البروميس سنستقبلها في دول زين الدياتا .Ultdata.data دي فيها لستة الاقسام لستة الاقسام هتتخزن فيهم في السكوب السكوب بتاع الاد .alldates فيها كل الاقسام فيه function اسمها doRoot زي كاد في الديليت دي بتخلي الroot يبقى الro function اسمها refreshData دي بتعمل ايه دي بتاخد الداتا اللي جوه السكوب وترميها جوا الائتم 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 الاريابل ازا ما قلنا هو اللي حنعبيه عشان نبعثه للويب يبقى عايب عايي كده ويتخزن في الداتابيز هتشوف هتتنالى امتا بس هنا طبعا هنا دي ستو كلها سهلة مفهومة الديبارتمنت هنعمل هنا ايه هنعمل لها بايه الديبارتمنت ده سكوب ديبارتمنت دي اللي جايه من الديبارتمنت فاكتوري كل الاقسام يعمل لها فلتر بالقسم اللي يساوي ديبت اي دي يعني لو ديبت اي دي بتلاتة او بخامسة مثلا يبقى السطر ده يجيب لك كل الاقسام اللي فيها خمسة اللي اي دي تاعها خمسة او زيو يعني هو عنص واحد منه اللي هو قسمة الدي بصة التباية يبقى انت لو ديبت اي دي بخمسة يبقى دي بارتمنت قسمة الدي بصة التباية ده في الايد ماشا نيجيب ان نشوف هنا ايه الديريكتف اللي اسمه نيو موديل زي الديريكتف بتاع دليت موديل التامبلت هو التامبلت بتاع البوتستراب موديل بس غيرنا عليه غيرنا عليه احنا مش مجرد هنريد رسالة هنعمل حاجة اكتب اول حاجة هنريد جواه اول حاجة هنخلل تايتل بتاعه نيو ستود انتدادة ده بسيطة والاتنين باطن واحد اسمه سيف واحد اسمه كانسل الزلزرق حيب اسمه سيف والكانسل يبقى له ابيض مش هزرق الباري بتاع الموديل سيبقى في ايه سيبقى في اي دي سيبقى في لابل اي دي وهنا ايه سيمبل باين دي اي دي طبعا اي دي في البداي يبقى نقص واحد يعني نيم طبعا دي مقبلت لابلس اي دي نيم ادرس برس ديت جندا الديبارتبنت سكور النحية التانية هنه ايه جنب النام في إنبوت الاني جي مودي بتاعه مربوطة بالنين الادرس في انبوت الاني جي بالادرس البرس ديت في انبوت الاني جي مودي بتاعه مربوط بالبرس ديت الجندر لو ذكر او انسة في اتنين элемنت راديو элемنت واحد ليه فاليو ام واحد ليه فاليو فالدبارتمنت فيه دروب داون ليست دروب داون ليست مربوطة بالنجي اوبشنز الاني جي اوبشنز دي اللي بتقرد لك الاسمي اسم الكسب بالفاليو بتاعته اللي هي الفاليو العادي تاع الكسب في الالديبتس الالديبتس فاريابل اللي موجود في الاسكوب اللي هو اللي جي من الديبتس فاكتر اللي مقدرون داون ليست دي هتعرض لك كل الاقسام هتعرض اسميه كل الاقسام وهتخزن الاقسام اللي جاية من الديبتس فاكتر والسكور فيه هنا ايلمنت أيه المنطي ايلمنت مربوط بالنجي مود بتاعته للسكور نوع نمبر من البينام من صفء والماكسمم بتاعته بيه ده اللي احنا قلناه الديبارتمنت عندنا خمس اقسام الانجي اوبشنز ده اسابيهم وكل اسم مربوط برقم دول اللي جايين من الديبتس فاكتو ده من صفر المية الاثنين هنا ده هنا الانبوت اللي هنحوله الى البرس ديت هنا لغاية الوقت هو اين بتاعدي مرجوك بالبرس ديت هتعلم ازاي حوالناه الى ديت بكا عن طريق الجيكويري الينك فانكشن الينك فانكشن الخاصة بالديريكتف ده دي هيبقى فيها الشغل كله شغل الجيكويري كله اول حد السطر ده ليه علاقه بال ليه علاقه بالجيكويري فانكشن خاصة ان شاء الله في فيديو قادم بس المهم ديروت عندنا ان الاليمنت ده بيعود على الروت المنت في التامبلت الروت المنت الروت المنت ان شاء الله دوت موديل دوت موديل دي هى بتاعريد الموديل بتاعريد الدفت كموديل الالمنت الدت بكر الدت بكر اللي دوت موديل دوت ديت بكر ده كود جيكويري ده كود جيكويري بلكتبه من قوى الانجولار كما اتفقنا لكي نستعمل 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 الفورمات نستعمل الفورمات نغير المنس نضيف لكي نفهم ما يعمل نلغي نلغي ونشوف بيعمل ايه عشان نفهم الدنيا ماشية ازاي احنا قلنا ان ال المنت اللي اسمه بي دي ده المنت اللي اسمه بي دي ده اللي عبره عن انبوت الفانكشل اسمها ديت بيكر هتحوله ديت بيكر محموله نجي موضل بالبيرس ديت المنت اللي اسمه عنامج الرفريش ندخل اي المنت الى خلي اجي اجي موضل اجي موضل البرلمان البرلمان سوف نضع الوقت ادلتنا في خزنت لا تخزنتش الوحل اغسطس لم ترى الواليو الذي دخلناه لم ترى الواليو الذي دخلناه نتأكد ندخل عنصر جديد هنختار 18 أغسطس 18 أغسطس هنشوف هنستقبل كام هذا هو الوضع في بيرس ديت هي القيمة الافتراضية 8 أغسطس ومش 18 أغسطس هذا معناه أن الديد بكر محسش بالتغيرات اللي تمت عليه وبالتالي ما سمعتش في اللي سكوب اللي مربوط بيه عن طريق الان جي موديل ازاي نخليه حس ازاي نخلي اللي سكوب يحس بالتغيرات اللي حصلت في ديت بكر دي اللي هنشوفه ده هنجع السطر اللي لغناه هنا فيه فانكشن اسمها ديت بكر لما السلجت في ديت بكر تعمل ايه؟ انت اخترت ديت في ديت بكر اللي هو زي ما قلناه 18 أغسطس ثم تعمل ايه؟ تنادي فانكشن اسمها انجرال.المنت وتجيب الالمنت الالمنت بتاعك اللي هو ديت بكر بتاعنا بتعمله تريجر تحسس انه فيه تغير تغير في الانبوت وبالتالي الالمنت اللي مربوط بيه اللي هو وقف حالتنا دي البرس ديت يحس بالتغيرات فعنا هننادي الانجولر هنحول الالمنت بتاعنا الجي كويري الالمنت الى انجولر الالمنت ونعمله تريجر وده الاسلوب التاني لكتابة الجي كويري داخل الانجولر لان احول الجي كويري الالمنت الى انجولر الالمنت عن طريق الانجولر الالمنت كان ممكن استعمل الطريقة التقليدية بان انا اعمل الديت بكر نفسه زي البودل كديركتف يعني كان ممكن استعمل الديت بكر كديركتف يبا ديركتف جوه ديركتف بعد ديركتف كبير اللي هو المودل جوه ديركتف صغير اللي هو الديت بكر والديت بكر اعمله لينك فانشن جوه اقدر اوصل للجي كوير ونفعل الاسلوب نستعمل الاسلوب الثاني اللي هو الانجولر الالمنت أشوفنا الاسلوبين المهم هنا في الاسلوب سنستعمل الانجولر فوجبنا الانجولر المكافئ للجي كويري الديت بكر واعمل الانجولر تريجر عشان يحس بالتغيرات نقوم بعمل save نقوم بعمل refresh نقوم بعمل new student ندخل مصرا مصر 1 اغسطس في mail 1 اغسطس سوف نرى المرارة حاسي بالتغير أو لا المرارة حاسي بالتغير وبالتاريخ 1 اغسطس نقوم بعمل سوف نجد 1 اغسطس ثم سوف نجد 8 اغسطس ثم نقوم بالتغير ثم نقوم بعمل فانا نقوم بعمل on select ثم نقوم بعمل وعمل trigger على انجولار سكوب حص بالتغيرات اللي تمت في الديل بكره نجب انه هنا ايه ده الايفنت يكافئ المودل الايفنت اللي بيتم لبه المودل بيتقفل زي ما قلنا في الديلت هنروح scoop.do root ولازم روح scoop.apply عشان السكوب يحص بالتغيرات نيجي هنا المودل نجد نجد البطن الازرق البطن الازرق اللي جوا المودل نجد ده الكود اللي سيتم لما تكليك على البطن الازرق اللي جوا المودل طبعاً ده هنرجعه ده ده سطر مفهوم يعني لو مش valid ما تعملش حاجة المهم هنخلق object الاجب نضح انا أغلبه بال data اللي موجودة في السكوب الـ name مربوط بالإنبوت الـ Address مكتوب بالـ بلاحظات كالإدرس آخرك بلاحظات كالباك بلاحظات كالباك بلاحظات كالباك المسرعة التعريف دخول معي سوف نجاوه معي بالنسبة للدبارتمت هو مربوط مع دبت اي دي دبت اي دي دبت اي دي بصوص اقدي اي دبت جعدي النجي اعطية طر giaff وكل حدية دبت اي دي طرanten اي دي اللي اي دي كانت herbal جيgeordت على دبت Chess الزي Mad المتيط مربوط بالدبت اي دي الي في scope المهم هنا في الكود بتاع البطل الازرق حققنا الابجيكت وبعدين لدينا الفونكشن اسمها الابجيكت اللي هو الفاكتور وبعدنا لها الابجيكت ده الابجيكت ده الفونكشن الابجيكت هترجع برونس كالعادة لنشوف الادستيودنت دي بتعمل student factory الادستيودنت بتعمل اجيكس 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 الابجيكت اجيكس 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 الادستيودنت لازم يكون نوعبط ونوعبط كده مزبوط كده يقع المزبوط والفيرب مزبوط فانت الداتا هتوصل هنا كل سهولة نحن نجرب ندوسنا سيف ولا لا احنا وقفنا المرة اللي غادت ده اللي قبضيت لا مش عايزين احنا قبضي دي بقى نعمل add احوان 31 اغسطس ميكانيكا 80 الداتا دي بداية اتخلق بيها object هنا في الكل بتاع البطن الازرق في الداتا بتاعتنا هتروح للفاكتوري هتتبعد ولما ترجع الداتا لو الداتا رجعت مشنال هتوصل هنا بس الاول ترجع من السيرفر هتروح في السيرفر في الweb API شوف الداتا اللي موجودة حلوان 31 اغسطس دي بارت منطقة ايد 3 ميل ايد بنقص واحد دس ما خدش رقم 80 هنخلق هنخلق استيرنت جديد هنعبيه بالداتا دي كلها ماشي هنحطه بالداتا دي كلها بعد كده الobject ال new ده هنعمله add في ال student list اللي في ال data base بمجرر بتعمل save changes دلوقتي عندك ال new ال new لسه زي ما هي ايد بكام ايد بسفر لسه ما عملناش حاجة بمجرد ما تعمل save هياخد ايد ايد دي جايه لك من ال data base يعني 77 الرقم المسلسل control data base 77 سمير م 80 31 اغسطس حلوان 3 اللي هو قسم mechanical طبعا هنا X1 فحيرجع 3 حيرجع new حيرجع new ال object new في حالة ان ال object تم عملية عملية save تمت بيرجع ال object بال ID الجديدة في حالة ان حصل فشل في الحفظ بيرجع نار بيرجع بقى بيرجع حاجة غير المال بمعنى ان حصل save فعلا تعمل اي بقى يبقى scope dot id equal data dot data dot id ال id اللي راجعها لك تعمل بقى scope dot refresh data refresh دا تكديب تعمل ايه كنا قالين refresh data دي ماذا تعمل بتملى ال item بتملى ال item دا بتملى ال item بالdata بتاعتك بالdata المدخلة ماذا فيها data dot id اللي هو راجع من السيرفر انت بتملى ال object دا دا ال refresh طيب عملنا refresh بعدين بعدين نجيبها المعروضة المعروضة نجيبها منين من الديتا ترانسفير فاكتوري او الهاش تابل بتاعنا نجيب الستيودنت المعروضة الموجودة في الشو كنترولر نعمل الاري المؤقت ده منحط فيه الايتم بتاعنا الايتم اللي مليناه بنحطه في الاري لكن بنعمل الاري المؤقت ده بنعمله دمج الاري الموجود ليه عملنا الحركة دي عملنا الحركة دي عشان العنصر الجديد يبقى هو اللي في الاول اللي هو في حالتنا سمير يعني التم باري دي هيبقى فيها سمير بس الاستيودنت دي فيها الطلاب الأدامى عشان سمير يزهر في الاول ويتعرض في الاول عشان المستخدم يشوف التغيرات اللي حصلت بعد ما غيرنا الاستيودنت واضفنا فيها الداتة الجديدة هنعمل ايه ؟ هنعمل ابدال المعروضة امريكا انتقelling الحديث او هاته بعد انتقصل بالsi لنظري All MCD مثل ال crowded واقعوا سفقد حجم المبحدد متنقطة حجم الخاسر اشترك SOT استناه الى تعالى حسنًا سيكون ذلك بنفس الطائم لمتعدة كما نتقوم بفضل الوقت نحن نطلب التحديد نحن ستفضل التحديد نحن شرحنا الـ Directive نحن نقوم بعملنا نحن نقوم بعملنا على الزرار وغير URL وبالتالي الـ AD.js ، أغير المعروض أنا أريد أن أأخذ الشيء مختلف أنا أريد أن أقوم بعمل الـ AD على طريق URL وما يحصل على الضرار أستطيع المؤكد حولي زي ما قلنا في الدريب الزبط لما عملت slash add ده server side routing نشوف حيودينا فيه السيرفر side routing السيرفر side routing slash add ودانا على get index page في home controller get index page رمينا على صفحة الاندكس فحنا عندنا الـ route سيحدفنا على صفحة الاندكس سيعيد تحميل صفحة الاندكس ويحدفنا عليه صفحة الاندكس ستعمل ايه؟ ستجد تجد تعمل slash add حاجر الاندكس ستجد تجد تعمل Advanced الاسمه Add Student اللي معارفين فيه Direct اعتقد ان دي كل عاجة في الاد الاد ميسود في الويب اي بي اي اي عاملينها بالبوت فير يعني ده الاختلاف الاساسي عندها الجندر اعتقد ان الاثنين راديو باطن الاثنين راديو باطن دود ليهم Value مختلفة اعتقد ان دي حتة مهمة M Value M والراديو باطن الثاني Value F بس الازم الاثنين يبقى ليهم نفس ال Name Name Gender Name Gender والاثنين نفس ال NG Model اعتقد أن الناسية اعتقد ان الاثنين راديو بقية المواحدة من مج Ho ثانيا اعتقد ان الاثنين ملائية ронات أنم ن Hotline K من التالي لو جندر ال후 الوناسية الى şimdi اعتقد احتنا نحن نقوم بإدفول تعمليه مقام ان شاء الله اهم حاجة جديدة اتعلمناها في الفيديو هو ungraded element select ungraded element ازاي حولنا click query date becker الى android element وعمل نقطة trigger عشان يحس بالتغير اللي تم لما عملنا select date كان ممكن كالعادة ان احنا نعمل date becker ده وفي اللينك بتاعته نقدر نكتب gquery cool عادي من غير ما نكتب من غير ما نعمل trigger بس يعني لمعرفة عشان بس نعرف الترول المختلفة في الكتاب كده افضل طبعا الحاجة الجديدة اللي استعملناها departement factory والcontroller تقليل تتخص اصدر الصفحة الاندكس اصدر بالترول من فاكتوري اللي استعملنا الجديد لازم نضيفه هنا الكنترول بتاع الايد والايد اللي استعملناه في الفيديو والفيديو اللي قبليه بلو اضفناه هنا والكنترول بتاع الابديت وانشاء الله انشاء الله الفيديو جاي هنشوف موضوع الابديت ومشابه للايد بس عدم اكتر شغل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته